الفناني سوزان رجم الديني اليوم سوريا عم بتعيش مقساة حقيقية عم بتعيش كارثة إنسانية اليوم أنتوا كفنانين عمتوا بمجموعة حملات ومن بينها أنتوا حاليا بمركز بنك الدملة تتبرعوا بالدم للسوريين قديش مهم هذا التكافل الاجتماعي هذا التكافل الإنساني اللي شفنا من السوريين نحنا بالأخير ما قلنا غير بعض والسوريين طول عمرهم إيد وحدة يمكن الحرب بعدت وفرقت شوي ولكن بالأزمات بتلاقينا كلنا سوا بدي أقول إنه كتير كتير مهم هلأ أنه نكون إيد بإيد معنوياً مادياً جسدياً من كل النواحي نكون مع بعض الأزمة كتير كتير كبيرة نكبة والألم أكبر من كل الكلام بصراحة بس ما شاء الله الحمد لله كم التبرعات كم المساعدات كم الناس اللي بدها تساعد هائل يعني نحنا من أول يوم بدنا نروح على اللادقية وعلى حلب للأسف الطريق مسكر يعني ما عم نقدر نتحرك واليوم كنا نوين نمشي كمان لأنه شفتي الثلوج اليوم يعني الله يعين أهلنا هونيك يعني اللي طلع من الزلزال يمكن مات من البرد الله يعينهم يا رب بس أنا بهالمناسبة بدي ناشد كل المنظمات العالمية وكل الدول وكل العالم أنه بهالأزمات الإنسانية حرام حرام كتير أنه يمنعوا بعض المساعدات أنها توصل نحنا بحاجة لوقفت كل الدول معنا بهالمرحلة هاي بحاجة لدعم كتير كبير مادي ومعنوي من كل الدول من كل العالم من كل الناس الناس يعني كل شي كلمين بيقدر يتبرع يتبرع كلمين بيقدر يساهم بشي ولو قليل يساهم يعني أزمة كتير كبيرة وألم كتير كبير ووجع كبير بس منقول أنه هذا قضاء رب العالمين الاعتراض عليه المهم أنه كيف نتصرف تجاه الأزمة قديش لحظات الأولى للزلزال كانت آسية على نكلاتنا كيف حاولتوا تتماسك وتشجعوا الناس اللي حاوليك أن تتماسك وتكون قوية نحنا حسينا طبعا كل السوريين حسوا بالزلزال عشنا لحظات رعب رهيبة 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 أنا سمعت صوت الحيطان عم تتحرك وعم بتميل والتريات والأصاص وهيك فما بالك اللي نزلت بيوتهم فوق راسهم ما بالك اللي صاروا تحت الأنقاض يعني شي كتير كتير آسي وصعب لحظات مرعبة كل السوريين ما ناموا تاني يوم كلنا كلنا كنا متوقعين إذا بتتذكري أنه تاني يوم حيصير زلزال ساعة أربعة الصبح فكلنا كنا متأهبين بعتقد كل السوريين ناموا على الباب وحضروا شنتيهم وصارت شنتيهم بالسيارة أخذوا معداتهم الأساسية مصريهم جوازات سفرهم هوياتهم حطوا بالسيارة فشو في هذا الإحساس قديش وصعب كتير آسي بس من قول الحمد لله بالأخير نحن هذا الكم من الحب الكبير اللي وحد السوريين من الجديد بعزينا بصراحة اليوم عم نشوف خطوة من نقابة الفنانين أنا عم تشمع تبرعات مادية وعم تقوم أيضا بحملات مثل تبرع الدم وغيرة أديش مهم ننظم هذا التبرع عن طريق مؤسسات الحقيقة كتير مهم يعني أنا أول يوم كم بدي أجي أتبرع ما بعرف وين من سألت أنه حدا عامل شيء يعني على فكرة لحنا اللي عرفنا الخراب الكبير والدمار الكبير نحنا ما حسينا فيه أول يوم يعني نحنا هلأ كل يوم عن يوم عم نحس بي خراب أكبر عم نحس بي كم الأذى الكبير اللي صار على السوريين كم الموت العذاب الألم الحوادث الفردية والجماعية اللي عم نشوفها كل يوم عم نتوجع أكتر يعني أول يوم كنا نفكرين أنه صار أنه كل محل نهز شوي وخلاص لا اكتشفنا أنه كم الدمار كتير 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 كبير بس نحنا فعلا برجع بأكد على الدعم الخارجي كتير مهم لسوريا جنيحة الشام كمان اليوم أطلقت مبادرة أنه رح يعني تكون حاملة لكل المساعدات من الخارج اليوم شو بتقولي لكل سوري مغترب بقول لكل سوري مغترب أكيد ما عم بيأثره أنا بعرف أنه ما في حدا عم بيأثر بس هلأ نحنا بحاجة أكتر بحاجة لوقفة كتير كبيرة من الدول بشكر كل الدول اللي ساعدتنا كل الدول في كتير دول ساعدتنا ووصلت مساعداتها وهون في يعني بالمطار اللادئية بمطار الشام استقبال مباشر عم توصل للمساعدات بس منضل بدنا كتير لأنه الأزمة أكبر بكتير من ما مرينا بهيك شي قبل نحنا ما بتخيل مرينا بهيك شي شكرا كتير والسلام لسوريا شكرا سلام لسوريا والله يحب شكرا